أما على صعيد منتخبنا الوطني طبعا فزي ما قلت لحضراتكم أن البعثة بالفعل غدرت منذ قليل مطار القاهرة الدولي منتجها إلى المغرب استعددا لمواجهة منتخب غينية الموراء المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية طبعا كالعادة زملنا محمد طه اللي كان ليه تغطية رائعا بارح بالأمس الحقيقة وقبلها بأيام مع بعثة النادي الأهلي هاستمر هناك في المغرب معلش هتطول شوية طه لكن كالعالم نعرف منك كل الأخبار وكل التفاصيل وأكيد الوضع الآن يختلف فعايز أعرف منك الأول ردود الأفعال والأصداء بعد انتصار النادي الأهلي وعلى الجانب الآخر استعدادات استقبال بعثة منتخب مصر برحب بيك واتفضل طبعا يا طه كل الشكر لك طبعا يا خيري وكل الشكر لكل سادة المشاهدين يعني نتمنى طبعا زي ما أنت بتقول نكوننا أن كل الصورة اللي يتمناها مشاهدي شبكة قنوات On Time Sports احنا موجودين عشان نوفر لهم كل ما يخص كل كواليس الفرق الرياضية سواء بالنسبة لنادي الأهلي اللي توج بالأمس بالأميرة الأفريقية أو فيما هو قادم بالنسبة لمنتخبنا الوطني اللي بنتمنى له طبعا التوفيق في النقطة البقية له أو الفوز كمان إن شاء الله ليتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية يعني خلينا نتكلم الأول عن أصداء مباراة الأمس بعد نهاية المباراة يعني بعد الهدف كمان حالة صمت شديد جدا لكل جماهير نادي الألوداد بعد الهدف طبعا والأمور كلها تغيرت تماما يعني خلينا أقول لك الشارع نفسه في كازابلانكا بعدما كان يعني كله جماهير وكله أصوات الهتفات والغناء بالنسبة ليه كل ما يخص نادي الألوداد بعد المباراة أصبح صامت تماما وحالة حزن كبيرة جدا وعلى فكرة ملفتة جدا للنظر حتى النهاردة الصبح وإحنا بنتحرك من كازابلانكا علشان نتوجه لمراكش شوفنا ناس كلها النهاردة حتى ويراح شغلها النهاردة اعتبر أول يوم عمل لأنه مباراة كان عجازة كل الناس زعلنا فاتكلمنا معاهم يعني الناس بتعشق كرة القدم لدرجة كبيرة جدا فحزن جديد جدا واضح على كل الناس وصامت تام محدش بتكلم مع حد حزن شديد يعني وده واضح من حبهم وعشقهم لكرة القدم وأكيد ده كان مترجم من خلال الشكل الجماهيري أو الطريقة اللي بيشجعوا بيها في الملاعب وده شوفنا مبارح من خلال الشكل الجمالي يعني إذا كان في بعض طبعا المبالغة في الإلعاب النارية لكن بشكل عام هم شايفين أن هي حب وشغف لكرة القدم في التشجيع وعشق لدرجات مجنونة فبالتالي كان الصدق مؤثر وواضح جدا تلحظوا في الشارع في صمت تام عن أي يوم سابق قبل المباراة حتى الناس كلها قالت لو كان الودا تكسب كانت الناس في الشوارع مش هتروح ليومين في الشارع كمان مش بس للصبح فبالتالي طبعا كرة القدم هي شغف الجميع وعشق للجميع ولكن هذه هي حالتها يوم فائز ويوم خاسر ده بالنسبة لأصداء مباراة الأهلي بالأمس يمكن النهاردة طبعا منتخب من الوطني بعد تقريبا ساعة ونص من دلوقتي هيصل إلى مطار مراكش المطار يعني بيعبود عن فندق اللي قام هنا تقريبا عشر دقايق المسافة قريبة يعني كمان ملعب المباراة اللي هتكون يوم الأربع القادم الساعة سبعة بتوقيت المغرب تسعة بتوقيت القاهرة الملعب بيبعد تقريبا حوالي عشرين دقيقة عن مقار الإقامة مقار الإقامة ممتاز جدا 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 وفيه كل شيء متوفر وطبعا الجهاز الإداري لمنتخب من الوطني كان موجود هنا قبل وصول المنتخب كان فيه ممثل للمنتخب عالي كان موجود هنا بقال ومين بيحضر كل الترتيبات وطبعا بيساعدوا ميناء وصد الشعبان بستوي كل الجهاز الإداري كان بيحضر كل شيء عشان يصل للمنتخب والأمور كلها تكون مرتبة لها بشكل ممتاز جدا في دور مفصول تماما للمنتخب فيه قاعة محاضرات فيه قاعة مطعم وطبعا الدور كله مجهز للمنتخب عشان يبقى مفصول عن النزلاء الموجودين في الفندق بالنسبة لمنتخبنا الوطني درجة الحرارة هنا في مراكش مختلفة شوية عن كازابلانكا يمكن أعلى شوية درجات الحرارة كازابلانكا كنا مثلا بنتكلم في 24 25 أو 26 وبالليل بتنزل لـ 20 لكن هنا درجة الحرارة تبدأ بس من 34 وده لسه أول يوم فلسه طبعا نشوف الأيام الباقية الأمور هتبقى ماشية بالنسبة للمناخ خلالة 3 أيام اللي جاية بالنسبة لمنتخب غينيا هو وصل بقاله 5 أيام معسكر هنا في مراكش وبيتدرب فيه شباب المحمدية واخد الملعب وعمل فيه معسكر بقاله 5 أيام انضم لهم نبي كيتا اللي كان متأخر عن البعثة نظرا لإتمام تعاقده الجديد وانضم أول أمس وبالتالي أصبح خلاص غينيا مكتملة الصفوف عشان تلاقي منتخب طه ماذا عن لعب النادي الأهلي ماذا عن لعب النادي الأهلي بعد النهاية طبعا معسكر النادي الأهلي سمعني؟ طبعا أكيد النهاردة نحن لسه وصلين لكن أكيد هنستطلع الشارع في مراكش وطبعا هنشوف الأمور كيف تسير بالنسبة للمنتخب الوطني وهذه المباراة وترتيباتها وكل ما يخصها أكيد ننقلها طبعا من خلالكم على شاشة أونتايم سبورس لكل المشاهدين يعني دي كده نبزة أولية مع بداية تغطيطنا الجديدة بقى لمنتخبنا الوطني اللي نتمنى له إن شاء الله التوفيق عشان تكون يعني الرحلة المغربية كلها موفقة بداية من النادي الأهلي المتوق بالأميرة الأفريقية نهاية بمنتخبنا الوطني وتأهله رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية طاق وتعايز أسألك بس عن لعيبة النادي الأهلي اللعيبة طبعا إيه اللي خلصت مهمتها بالأمس واللعيبة اللي تم باختيارها في قائمة روي فيتوريا هل تم يعني توجهت أو غدرت كازابلانكا وراحت على مراكش ولا البرنامج بتاعها الخاص هيكون عامل إزاي خلصنا كمان نمرة المفروض يحصلوا على راحة من التدريبات مع المنتخب طاق أنت سمعني؟ طيب وقضح بس أنه يمكن الصوت مش أحسن حاجة ومستمعني وبشكرك طبعا شكرا جزيلا على الرسالة الشاملة الخاصة بأخبار النادي الأهلي وأخبار المنتخب من المغرب